اتحاد عصمان صحيح اه ده كابت سامير محمد علي هو على اليمين كابت سامير اه الوقت ده بناديل الصحة بناديل الصحة يعني اللي يمكن فيه فيه تلاتة معروفين اللي باية طبعا كلهم انا عارفهم كويس قوي اللي تحت ده طرق الصعوي كان العيب جارج جدا زي ما في النادي الموصل بس انتخب وبعدين كابت الفكر الصغير اللي جنبه فين فكر الصغير جنب كابت طرق الصعوي على طول تحت في النص اهو اه كان في السوار الكبير اه كبير اه كبير اه اه وايمن زين كان منتخب ولومبري وكان دكتور عندنا فودي ديجيا برضو اللي تحت اه وبعدين بقى كلهم كان شريف و اه وفرج عب مولا وسعيد سعد كنتم تتلعبوا المتشاط بتاعكم في الصحراوي وده كان ده ده مزارع دين في الصحراوي اه اه كان يعني ميزة ما حصل ايش كيلو كيلو سبعين كان كيلو ثمانين اه كان كل المتشاط اه هناك الناس كانت بتخاف تيجي تلعب لان الجو مفتوح وهبقوا كده فكان صعب جده ده المنتخب الاول ده المنتخب اول اه كان مع كابتن جوهري و اه كان اول تجمع بالنسبالي بعد اه العودة من بروكينا فاسو على فكرة كنت موجود في بروكينا فاسو حصل لاصابة لا دي كابتن جوهري هني سعيد اهوم تالي وهني سعيد تحت واشادي محمد وطرق السعيد وابرهيم سعيد والباقي كله كانوا موجودين واحمد صلاح حسني انت انت بعديها هجت لنا انا جيت بعدها بشهر اه لان اول ماتش فاكر السنغال الجن بتاعك اه اه قابليها واجيت اه ده الزبال برضو برضو كان ده جيل العظيم هو ده الوقت الجيل اللي خدنا فيه البطولات كلها وصابري كان صابري وليده بشير ومتحت وإحمد صالح وكمونة وتامي وحازم ومتحة الحسام هنا أنا كنت أدعى أعمل ساكسوكة عمر ديها بصح؟ اوه ايه خصتك مع عمر ديها؟ بص عمر من الناس اللي أنا بحبهم من قبل ما نتقابل حتى وكان شغال معا حد اسم محمد ياسين الفيلم أول واحد الزمالك تسعة وتسعين وهو كان زمالكه وموت أنا كنت بحبه بتاع بس ما عابش هو ميور وإيه زمالكه وإهلاء وإنت عاي في الفنانين ما بيطلعوش يقوله فأخذني وروحنا له واتعرفت عليه أول مرة ووحتوله البيت كنا بنلعب سكواج وبعد كده بدأت بقى أنا بأصحاب أروح معا الحفلات أسافر معا أغنية كان فيه أغنية مسورها دول العين؟ لا كنا عاملين أغنية اللي عمل فيها ضغط في لبنان اه سافرت معا وروحت معا حفلات كتيرة جدا وبقى أنا بقى نلعب رياضة ونتقابل كل يوم وعرفت على حسام إبراهيم وكان لعبة الزمالك كتير قوي كان بيتابعوه ويمكن كان بدايتي كمان أعمل حاجة يعني غريبة جدا للناس اللي هي بتحب النادي قوي كنا باللعب الألمونيوم هو كان عنده حفلة طريبا في الأردن وقعف أنت زمان اللي هو عشوية الفيديو بتاعه وكده بتسجل يعني مفيش ولا سي دي ولا بتاعه وكده هي كناة واحدة اللي كانت بزيئة كناة التهنين فرجعت وبتاعها عاد يكلمني كتير قوي كتير قوي فكان عندي تامين وخلصت فقلت في إيه حفلة جات عليها ولا إيه فكلمت وبتاعه فقال لي أنا مشوفتش الماتش بتاعليه يعني فين المراحية دي الزمالك في اللغة وكسبنا لا مشوفتش الماتش لازم تجيب لي الماتش أما أنا بسجلش الماتشات معرفش فعادت ثلاث هاك بعد ايام لحد ما لديت ناس زمالكوية من الناس اللي هي هو زمان اللي هو بيسجله الماتشات علشان يقعدت فجأة على ماتش الزمالك هو عداه وعاوز يشوف الزمالك كان عامل إزاي وفاكر بعديها بقى ما كنا بنسافر مع الكابتن جهر كان بيكلمنا في التلفون أنا بسراحة أنا بحب عمري دياب جدا وبحبه طبعا على مستوى الفني طبعا أنا في رأيه أنه هو سطورة وعلى المستوى الشخصي يعني الناس فاكر على حاجات مواناك أنه هو طيب جدا من قطيب الشخصيات اللي بتاعه في حياتي فاكر أساسا جالك ماتش وأنت في مجنطرة كلمتك هذا كلمني يلا أنا عاوز أروح ماتش الميدو وأنا هناك وبتاعه وكلمتك قلت لك عمري عاوز يجي الماتش جبتلو تيكت وعزمته تقريبا وتقابلته هوش خصية جميلة بصراحة لغ لغ أروح من الناس وفعلا نموذج مشرف ونموذج لأي حد عايز ينجح في أي مجال إنه يفضل مقاتل بيقاتل إنه هو يبقى نمرة واحد في مجاله ودائما بيخار من نفسه والجميل في عمري دياب أنا في رأي إنه هو بيحب الحياة يعني هو عايز يعيش وعايز يحب الحياة وعلى فكرة كريم جداً مع كل ناس اللي حواليه عمري دياب كريم جداً على عكس ما يردد البعض في ناس يتقول لك عمري دياب بخيل والتها دي مش حقيقة أنا أعرفك بويس جديد أنا أقول لك أساني ما عرفش حاجة أقول لك أساني خلي بالك يعني اللي الواحد في دلوقتي بوضع التجميلة ما ببقى الناس اللي قريبة منك وحواليك بتاخد منهم وتتعلم منهم فأنا أعرف شخصية زي ده وبص وكل مرحلة فيها هتلاقيني نفس القصة بتقلده كنت بتقلد عمري دياب بقلده وبروح أقص مع العصة اللي هو بقصها الوضع قول لك إيه قصتين نعم ده مرتين مش مرحة فالواحد بيتعلم وبياخد من الحاجة اللي الناس قريبة منك فهو الطموح وحب الحياة والنجاح والاستمرار والهدف يعني أنت تعلمت بالعمري دياب دا طبعاً يعني أقدر أقول أن أنت ما زلت مصرة على اللعب والاستمرار دي واحدة من الحاجات اللي علمها لك عمري دياب أكيد لأن الحد دلوقتي هو رقم واحدة طبعاً ما حدش قدر يجي جنبه لأن خلاص هدف هو مكمل برضو عنده مطبات وعنده ضغوطات بتحصل وعنده حاجات في النص ناس بتعطل لا أو برضو هو مكمل فهدف هو حلمه نفس الفكرة ما بيجي لك نفس الحاجات بتبص على الناس مكملة ولا استسلمت فده جزء من الواحد فيه طبعاً من قربك لشخصية زي عمر دياب سر استمرار عبد المنصف في الملعب حتى الآن هو عمر دياب والدرس اللي تحلمه من عمر دياب أوسا باتمنالك التوفيم على الاتحاد السندي وأنا بقى براحنك على حاجة براحنك على حاجة أنت من أول المتش اللي جاي في الدوري هترجع للمستويج بتاع دجلة بتاع السنة اللي فاتت وقوم بيدو آي وهتكمل الدوري بنفس المستقر والله انا دال بتمنى وبشارع لأي الفترة دي لأن زي بقول لك أنا في مكان كبير ومكان محترم ونادي للتحاد دا يعني حاجة من الحاجات اللي أنا ساعات دا أنا بقى موجود فيها مع واحد زي الحاجة محمد من السلحي أنا من الشخصيات اللي محترمة جدا مع جهاز فني محترم زي الكابتن عماد والكابتن فتح وكل الجهاز مع مجموعة لعيبة سواء الصغيرين ولا الكبار فكون لنا كده وأنا أولهم أو أخيبهم ووجودين عشان بس نسي هتجموه بالاتحاد لأنه لما تتقلق بس بكلمني أعمل كده أهم حاجة عارف تعمل إيه ابد عن السيد سالم